الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله رسالة مؤلمة جدا وصلت إلي من أهل هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب كما يسموهم الحراقة الحراقة أما ليهم وما يسألوا عليهم لأن وصلتهم أخبار أنه قبض عليهم وسجنوا في تونس قبض عليهم وسجنوا في تونس صيفي أسامة بن عمار ها هو صيفي أسامة بن عمار مدابين السلطات التونسية تنظر إليهم بعين الرحمة وتخبر الأهالي انتحهم على الأقل بأنهم في السجن باش يعرفوا وباش يهدقوا وباش يعرفوا الإجراءات اللي ديروها كيف يعودوا يتحصلوا على أولادهم صيفي أسامة بتيت عبدالوهاب مرداسي محمد لمين تامر بلال زايدي عادل سقني زكريا تونسي وليد فيالا خالد هؤلاء أشباب حراغة يعطيهم ولكن ما لهم يقولوا في الرسالة أن قناة الجنوبية القناة الجنوبية التونسية نشرت خبر القبض على ثمانية حراغة وهذه كانوا ثمانية جزائريين يوم ثلاثة فيفري الفين وستاش في الحدود الجزائرية التونسية مدى بنا السلطات التونسية إن كانوا يسمعوننا مدى بنا يعرفوا لهذا مجرد شباب يبحث عن مستقبل ما رأهم مجرمين ولا إرهابيين ولا قتل ولا فجر ولا شيء من هذا شباب يبحث عن مستقبل يعني قنعوه بالمستقبل خارج الوطن ويبكاش مستقبل خارج الوطن لذلك مدى بنا يستبحوا لهم ويعودوا يقولوا لهم ماليهم ويتصلوا بالأهالي أو يتصلوا بالبرنامج كذلك النداء انتاعي للأهالي اللي بعتوا لي هذه الرسالة بعتوا لي الهاتف انتاعكم الهاتف انتاعكم باش نتصلوا بيكم إذا كاين معلومة على ولادكم بعتوا لي الهواتف انتاعكم الرسالة ما فياش هاتف حتى لما تكون كاينة معلومة باش نتأكدوا من عندكم ان شاء الله يقولوا ليكم بالخير والبركة ويكونوا اندعروا خلاصة مقرارة وان شاء الله يسمحوا لهم الجيران التوانسة ربي وصى على الجار سائل يقول سائل من فوكا يقول اردت الانتساب للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وسألت احد المشايخ فقال لي الانتساب للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي حرام هذه فتوى باطلة ولا يجوز العمل بها وهذا انسان جاهل عليه ان يتعلم ويسكت لان الضمان الاجتماعي ليس شيئا واحدا كيف انت تقول بالانتساب للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي حرام هذا انسان روح يدرس والضمان الاجتماعي اذا كان كما يمارس عندنا في الجزائر راني نحكي على كما يمارس عندنا في الجزائر يعني هو يعني الجماعة لصالح الواحد الجماعة لصالح الواحد افهموني مليح باش ما تقولونيش ما لم اقول الجماعة لصالح الواحد يعني كل واحد يحط شوية يحط شوية يحط شوية يحط شوية يحط شوية باش كاش واحد يمرد في الشركة نعنطوله دراهم إذا مات نعنطوله مرتو إذا أولده يسحق دوار نداويوه فهمتوها الجماعة لصالح الواحد يجوز ما روش حرام وليست من العلم التي حرمها أهل السنة دراسة التأمينات ليست من العلم المحرمة يا عباد الله العلماء اختلفوا في السحر يعني علم السحر اختلفوا بعض العلماء قال يجوز تعلمه وبعض العلماء قال حرام واللي قالوا يجوز تعلمه هم اللي عندهم الحق قالوا باش نعرف السحر نتعلموا باش نعرف واش نسحر دقيق القاضي القاضي يجيب له إنسان يقول له هذا إنسان قبضناه يمارس السحر كيف يعرف القاضي هذا صح ولا ماشي صح لازم يروح يجيب خبراء علماء بالسحر يقول له صح ولا مسكين بريع متهم كما واحد الشابة هيخطب طفلة هيخطب طفلة سخسوا عليه قالوا لهم سحار ما طولوش الطفلة وهو واشنو سحار هي ألعاب يداوية كما احنا كنا في المدرسة سنة التالتة سنة رابعة كانوا يقولون غدوان جيبوا لكم السحار وهو ماشي سحار كسحارة فرعون لا لا ذكتها الألعاب اليداوية ألعاب الخفة يخبي لك مننا ويخرج لك حمامة مننا ويدلك ذراهم مننا ويخرجهم قمشته يعني هي ألعاب يداوية ولكن احنا نسموها السحار ما لا كيسكساوا عليه نسابوا كيسكساوا عليه قالوا لهم سحار ما طولوش الطفلة إذا عرفت الشر لا للشر بل لأتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه يجوز الانتساب إلى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي لطلب العلم ثم الضمان الاجتماعي ليس شيئا واحدا فيه الحلال وفيه الحرام أعمل الحلال ولا تعمل الحرام حتى هذه التأمينات الإجبارية كما التأمين على السيارة التأمين على السيارة قولوا لي بالله عليكم وكونوا صادقين لو كان الدولة ما فرضتش التأمين يروح وحد يأمن على سيارته يروح وحده باختياره هي جاوبني يروح زعمه والله ما يروح غير ما يأمن ويدرب الراجل ويكسر رجله ويروح ويخليه ولا واحد يحوس عليه ولا واحد يعتعله دراهم المرتو ويقتله ولا دورة دي مرتو ما للتأمين الإجباري أنت لا إثم عليك لأنك مجبر من باب الإثم لا إثم عليك هو التأمين لا بد أن يكون اختياري أنا ماليش مارانيش عفوا مارانيش حلل في التأمين الإجباري لا لا أبدا وإنما كائن وحد المخرج وهو أن الدولة يجوز لها أن تفرض على الناس تفرض يجوز أن تفرض على الناس إتاوات الإتاوة يجوز أن تفرض فإذا الدولة فرضت على الناس أن يؤمنوا يروحي أمن يروحي أمن وما يقولش أنا من أمنش لأن الدولة فرضتها علي هذه مصرحة الجميع مصرحة الأمة كلها يبقى كائن بعض التأمينات المحرمة كما التأمين على الحياة أنت ويطعب حياتك باش تأمنها هاو جاي أمن حياته قال له خويا أقيني حياتك تقدر تدقل حياتك شعال قادر تعيش خمسين سنة قادر تموت هذه العشية وهما لما يدوا التأمين يدوا على الحياة يعني سواء ساعة عشتها ولا عشت سبعين سنة يدوا كيف كيف ولما دروا تأمن أنت على السيارة باللي إذا درت حادث يدوا عليك دراهم ولكن لما ما درش حادث ما يردوا لك دراهمك يعني كائن كائن قضايا تناقش في التأمين ولكن ما نوحش نقوله أن الانتساب إلى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي حرام هذه فتوى باطلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة